السلام عليكم ازاك يا شباب ان شاء الله النهاردة في الفيديو ده هنتعلم ازاي نرسم الاشكال احنا في الفيديو اللي فات لما جانا نتكلمنا ان احنا ممكن نرسم الاشكال او نعمل اشكال على الصورة باستخدام نمباي والإندكسنج للاري وكل حاج بس ده طبعا هيبقى متعب جدا واحتاج انت تعديل كتير في الكود والكلام ده عشان كده opencv وفارت مخصوص للكلام ده يعني مخصوص لللاين والريكتانجل للمسط للخط وللمستطيل وللسيركل او الدايرة والكلام ده كله تمام فتعال يلا بينا نشوف تمام معلش المرة يفاتي تنسيب برضا كقول الجزئة مهمة ان انت طبعا احنا قلنا ان لما تيجي تقرأ صورة وتحولها لنمباي قرية باستخدامه من method image read تمام فهي خلاص انت الصورة بقت عندك كأنها نمباي قرية فانت ممكن تاخد مثلا جزء من النمباي قرية ديت وتعرضه فكأنك عملت crop للصورة تمام فلو احنا جنا مثلا بصين هنا لو جنا بصنا هتحس ان انت ايه انا هنا خدت من كم لكم خدت من 200 350 و 200 400 تمام من الصورة بس فظهر الجزء دي من الصورة بس تمام فدي جزء مهم جدا كنت عايز اقوله تمام تاني حاجة برضاك مهمة 200 350 دي معنا ايه معنا احنا هنا دلوقتي انت بتتعامل مع ايه مع نمباي قرية ونمباي قرية لما بتجي تعمل الاندكسنج لا ايه حاجة اول حاجة بتعمله الصفوف وبعد كده بتعمل اعمد فمن 200 350 معناه الصفوف يعني الحيطة ديت الجزء دي كده الجزء اللي هو العمودي دي الصفوف تمام وبعد كده الاعمد اللي هو 200 400 اللي هو الجزء دي كده تمام فتحس يعني مثلا تعالنا هنا عايزين نوضحها اكتر تعالنا كده نوضحها اكتر احنا ممكن نيجي هنا مثلا ونخليها مثلا 500 ونخليها مثلا 500 ونخليها ديت مثلا 225 ل300 مثلا احنا شوف هنا تمام وضحت هنا بقى شوي بقى هنا تحس ان هنا الطول هنا 100 بس الطول اللي هو العدد الاعمدة عدد الصفوف 100 انما عدد الاعمدة هنا 300 فواضحها خلص ان هي عرضة تمام فدي اللي انا عايز اقول عليه ان انت لما بتجي 200 300 كده معناه ان انت بتحدد عدد الاعمدة اللي هو جزء الطويل والجزء بالطول تمام والجزء اللي هو عدد الاعمدة اللي هو 200 500 اللي هو عدد الاعمدة انما عدد الصفوف اللي هو 200 300 تمام فتحس ازا مهمة وما تلغبطش احنا لما بنيجي نعمل لما بنيجي ناخد الاراي لو مبنيجي ناخد مثلا قمت البكسل بناخدها عادة كأنك بتجيب نقطة على الصور لو قمت اكس وقمت واي تمام انما لما بنيجي نتعامل معها كنمباي اراي لأ بناخدها قيم الرو والفاليو الرو والكولوم تمام الرو كام من 200 ل300 والكولوم من كام لكم وهكذا تمام فاريتم تلغبطش هي محتاجة شوية ممارسة بس ومحتاج ان تتوقع تفكر فيها شوية بس هي محتاجة شوية ممارسة خلاص تمام بس فدي كان جزء مهم وكنت عايز اوضحولك بس تمام تعالى بقى نشوف موضوع الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله اول حاجة احنا لو احنا مثلا احنا زي ما قلنا بردك قبل كده ان النمباي اراي عبارة عن مين احنا لما بنيجي نقرأ صورة بتحول لنمباي اراي فاحنا ممكن بردك نعمل العكس نجيب نمباي اراي ونحولها لصور تمام طب ازاي ده احنا ممكن نعمل مسلا نمباي اراي الشبه ديك كده ازاي هنقول له ان بيتو الزيروز وتلتمية وتلتمية وتلاتة دي عبارة عن مين ان بيتو الزيروز دات معناها هتديك اراي كل المنصر فيها اصفار طب بعد كده الزيروز دية بتاخد حاجتين اتنين بتاخد اول حاجة الشيب بتاعنا المصوفة ماشي او الشكل اللي هو هيبقى تلتمية في تلتمية في تلاتة اللي هو طول في عرض في تلتمية وتلاتة وتلاتة مين تلاتة شانلز لو مش فاهمي الكلام ده كله ارجع للمحاضر الفاتة او الفيديو اللي فات فتليني ووضح كل حاجة بالتفصيل تمام تمام تاني حاجة مهمة برضك اللي هو داتا طايب دي طايب ديت معنا اختصر للداتا طايب ماشي يو انت ايت ديت معناها انسايند انتجر ايت بايت تمام فبعد كده ايه فدي مهم جدا لنلاقي عشان هي بتخلي القيم اللي عندك من صفر 255 ودي القيم اللي هو القيم البيكسلز اللي احنا عايزين اي ريد او جرين او بلوت شانل بزم القيم فيها تكون من صفر 255 تمام وان شاء الله في الفيديوهات الجاية ان شاء الله هموضح برضك ايه اللي هو انسايند انتجر ايت ديت ايه الفرق ما بين وما بين القيم التانية والداتا طايب الثانية وهكذا يعني و ازاي لما اجي مسلا اضفكم تم عبدء اللي هيحصر وده كلها موضحنا شاء الله في الفيديوهات الجاي تمام فطبعا احنا عارفين انه لما تبقى كل القيم صفر فمعناها كده انه هو هيبقى كله بلاك تمام فيبقى المفروض انه تشانل انه لما اجيه اعرض السرعة هيطلع لكلها صود تمام فتعال كده شوف تمام كده تلتمية في تلتمية وكلها صود تمام وبعدين بعدين بقت على مسهل نرسم اللاينز اللاينز بقى بتاخد مين اول حاجة اللاين طبعا المسود العادية هي cv2.line مش هترسم لك لاين طب هي طلبة منك اول حاجة مين طلبة منك اول حاجة الامج اللي هي عندنا مين كامفس تمام وبعدك هي طلبة منك تاني حاجة مين اللي هو نقطة البداية هقول مسلا صفر وصفر وتاني حاجة نقطة النهاية تلتمية وتلتمية افتكر انا هنا محدد مين محدد قيم البيكسلز محدد نقطة على البيكسلز فتعالا مسلا هنشوف هنا وهحاول اغيرها لك عشان تحاول تفرقها ما بين ديت وما بين ديت تمام فحاول خليك تفرق ما بين ديت ودية تمام وبعد كده مين بعد كاء اللون اللي هو هيبقى الريد طب فين الريد دي اهو الريد هنا هو صفر وصفر ومثان خمسة وخمسية تمام واخر حاجة دي يعني تخن او سمك الخط اللي عندك انت عايز سمك اي اي انا مسلا عملا هنا سمك وثلاثين هيبقى تخين اوي ماشي فيبقى هنا اي علاقة انت غيره بقى براحتك وكده وبعد كده بقى عرضت الصورة عادي فالصورة كده كده هتتغير تمام عشان انا بعضت الصورة هنا في الميسود فالصورة هو هيرسي مع الصورة ذات نفسه تمام وبعد كده نعرض الصورة عادي تعالوا ادى الصورة الاصلية وادى الصورة الخط تمام ادى شكل الخط كده طيب تعالى بقى مسلا نغير ديت ونخليها مسلا مقيمة معين احنا قلنا ديت عبارة عن مين يعني تلتمية دي معناها على محور اكس محور اكس اللي هو العادل اللي احنا عارفين اللي هو المحور الافقي تمام وبعد كده تلتمية التانية ديت اللي هو على محور واي اللي هو المحور الرأسي وتعالى مسلا نخليها على قيمة اقل يعني مسلا على مية تمام وخلي السيوم كده واحد مسلا عشان نشوف اهو تمام فهو كأنه هنا خاد محور لما تشوفوا القيم هنا هتلاقيها عبارة عن تلتمية فمش تلتمية في المسافة دي كلها اللي هو مين اللي هو تلتمية اساسا اللي هو بعض الصورة اخر الصورة اساسا نحن قلنا الصورة عبارة كم في كم تلتمية في تلتمية فمش تلتمية في المستوى الافقي اللي هو الخط الحتة دي وبعد كده نزل مية او نزل مية عندي هنا كده تمام فحاول بالله عليك تفرق ما بين ديت و ديت احنا هنا بالنسبة لديت بنجيب كمت بيكسل يعني هو بيقولك فين البيكسل الاولاني وفين البيكسل التاني تمام بيكسل البداية وبيكسل النهاي انما في الاولانية لا احنا كنا بناخد فترة وكنا بنتعامل معنا مبايق ريفة ملكش دعو اي حاجة بالكلام ده كله تمام محاولة تفرق ان شاء الله بس كده طيب كده اي بالنسبة للاين بتعالوا بقى ايه نشوف التاني احنا ممكن مثلا دي توضيح اكتر ان احنا ممكن مثلا نرسم خطين يعني بقطاع بعض تمام هو كذا يعني ممكن نرسم اكتر مقاطب اكتر من سومك تمام طيب بعد كده تعالوا بقى نشوف المستطيل ازاي ممكن نرسم مستطيل نفس الكلام برضك مستطيل هيبقى cv2.rectangle وهتدل نفس الكلام تدله مين الميسود اللي هو الامج اللي عندك خلاني نعمل دي كومنت تمام هتدله مين هتدل الامج اللي عندك ديتا يعني مية ومية ديتا عبارة عن رأس المستطيل فوق شمال فوق شمال تمام وبعد كده مية ومية متين ومتين ديت متين ومتين ديت عبارة عن الامعاب بتاعته المستطيل يعني انت عايز كم دي كم عرض قد ايه عرض قد ايه طول هعمله متين ومتين يعني بقى كده هيتبطيك بشكل مربع ماشي وبعد كده اللون برضك blue وبعد كده sickness sickness هنا لو انت عملته بتلاتين خلاني بس نعمله تلاتين وهو الريكل لما بتعمله بمينس بقى هيعمل ايه او بالسلب هيعمل ايه تمام? اهو فدي اعملك شكل مستطيل والسومك بتاع المستطيل شوف شكل عامل ازاي اه فهو هنا فهو ان لما انت جيت رسمت عاملك شكل مربع وسمك المربع طبعا كبير تلاتين تمام? فتعال مسلا نخليها حاجة تانية نخليها مثلا خمسمية او بقلاش خمسمية على انتباه غلط كده تلتمية ماشي ومتين يعني ايه كده تلتمية تلتمية عرض ماشي في متين ارتفاع اهو تلتمية عرض في متين ارتفاع فخل رجعها تانية امتين ومتين ماشي لو احنا حطنا هنا بقى ايه سالب واحد لو احنا حطنا سالب واحد هيملاء يعني هو المفروض ان المستطيل مفرق يعني مش مليان من جوا مش مفيش لون من جوا تمام? لما هحط بقى سالب واحد هيملاء اللون من جوا تمام? تعال شوف الشكل كده اهو اعمل مكعب في نص شكل وهنا ايه شايف ملا اللون لجوا بقى مكعب مليان ماشي? تمام طيب كده بالنسبة للمستطيل يبقى نفس الكلام بتديله الصورة وبعد كده نقطة فوق شمال فوق شمال الرأس المستطيل فوق شمال تمام? وبعد كده العرض وبعد كده الارتفاع وبعد كده اللون وبعد كده السيكنس لو مينس هيعمله هيلونه كله لو بالسالب واحد لو تلاتين لو ادي له سالب واحد يلونه كله انما لو اديت له مثلا مقيمة او اي رقم تاني موجب هيعمله لك انه مستطيل عاد ماشي? تمام كده? تمام فتعال بقى نشوف السيركل تمام? اول حاجة نفس الكلام برضك سيركل بتاخد مين بتاخد الامج اللي انت هترسم عليها وبعد كده بتاخد السنتر اللي هو مركز الداير هيبقى فين? فانا عملت مركز الداير هنا سوري عملت مركز الداير هنا فين? في نص الرسمة بالزبط او في نص الصورة بالزبط اللي هو عبارة عن مين? اللي هو عبارة عن نص العرض ونص الارتفاع تمام? فهمشي نص العرض وهينزل وهينزل نص الارتفاع هيبقى مركز الصورة بالزبط طبعا احنا خدنا هنا الشيب واحد وشيب زيرو ليه بقى دي بردك عشان ان هو المفضوض حجم الصورة يعني ايه ابعاده الصورة بتبقى اهو بيديها لك الشيب بيديها لك مين بيديها لك ارتفاع عرض في الاتشانلز لو مش فاهم الكلام ده كله بردك ارجع للفيديوهات اللي قبل كده بوضحها اكتر تمام بعد كده بعد كده الخمسة وخمسين دي هاته عبارة عن مين عبارة عن النصف الكتر يعني طول نصف الكتر قد ايه بتاع الدين وبعد كده الجرين دي طبعا لون الدايرة ماشي وثلاثين دي السمك بس وبنعرض الصورة عادي مفيش مشكلة تمام فهي ادى كده مين ادى كده شكل الدايرة تمام نفس الكلام لو جاءنا حطناها سالب واحد هيعملها مليانة تمام كده تمام طيب خلينا ننسب ديت عشان نحتاجها في المرة في الجزء اللي تحت تمام طيب احنا ممكن بقى نعمل شكل احسن يعني ايه اشكال جميلة كده باستخدام الدوائر ديت ممكن مسلا نعمل حاجة اسمها البول اي ديت برضك لو انت تعرفها يعني عبارة عن مجموعة من الدوائر وبعد كده دائرة صغيرة في النصف وبعد كده دائرة يكبر حوليها ودائرة اكبر واكبر 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 وهكذا تمام فتعالا نشوف شكلها هي الفكرة ايه الفكرة ان احنا هنعمل هنغير بس نصف الكتر هو لهم نفس المركز هو عبارة عن مجموعة دواير لهم نفس المركز بس بيتغيرهم في نصف الاقطار فاحنا نعمل نصف الكتر مثلا بيبدأ من 25 لحد 150 لحد 150 لحد 150 وكل مرة بنزود 25 تمام هو عبارة عن الرنج دي اللي هو بيفسره القصط الاولان وبعد كده بقى ايه هنعمل دائرة ماشي برضك نفس الكلام اللي هو الصورة والسنتر والرديوس والودي اللون اللون انا مغير اللون شوية ممكن تستخدم انت اي لون انت عايزه تمام بس كده وبعد كده بنعرض الصورة عادي اهو دي شكل دائرة بعد ما يعني ايه بعد ما خلصنا كده تمام طبعا هي 150 هنا هي اخيرا هنا 150 يعني هي هتوصل ل 150 فو كمية 150 عشان كده لما بيجي تعرضها تمام هتلاقي ان الدايرة الكبيرة خالص بتمس حواف الصور عشان هي فعلا هي نصف كده 150 يعني الكتر الكامل 300 فهي لازم تمس حواف الصورة عشان ابعد الصورة اصحن 300 في 300 تمام 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 اخر حاجة بقى عايزين نعرفها برضك يعني افرد مسلا انا عايز اعمل ايه اعمل مسلا مجموعة دوائر متدخلة ببعضه يعني مسلا دوائر بقى الوان مختلفة متدخلة ببعضه فاعملها ازاي ديت يعني احجام مش مختلفة ماشي بس ايه كل واحدة دخلة ببعضها او متدخلين في بعض فاعملها ازاي الحاجة الطبيعي ان انا هستخدم انبي دوتراندوم دوتراند انت وبعد كامين هدي لأول حاجة هيبدأ منين من خمسة والهاي بتاعه من متين يعني كده هيبدأ من خمسة لمية تسعة وتسعية تمام متين مش معنا مش دخلة معنا تمام تمام وبعد كده الهايت الهايت هيبقى مثلا من كام لكم القلر قصد السوري القرن نفس الكلام بس هيبقى من صفر الميتان خمسة وخمسة تمام وعايز السايز كام عايز السايز مقتلات لايمن عايز تلق قيم للريد والجرين والبلو تمام اهم حتة بقى اللي هي توليست دي مهم عشان توليست دي بتعمل بالانتجر لو انت جيت وقفت الحد هنا كده الجزء اللي هو هنا كده دي كده دي هاديك مين هاديك. نمباي اري دوت نمباي دوت مين دوت انت انت تنين وثلاثين تمام فديات مش دات اللي هو بتقبله اوبن سيفيك كقلا فانت لازم تستخدم توليس ديت عشان تحول لك النمباي انت تنين وثلاثين ديت لمين انتجر عشان تقدر تستخدمه كقلا تمام فلا وحنا جانا مثلا وهنا برضك هوضحها لك هنا لما نشغل برنامج هنا مثلا ايه هنا نفس بتاع الامر بس عملت له ديت وخدت اول عنصر فيه وشفت الطيب بتاعه مش عاملت خدت اول عنصر فيه مش حولت هولت تولست وبعد دي كا خدت اول عنصر فيه وشفت الطيب بتاعه تمام ونفس الكلام عملته بس ما حاولت له تولست تمام محاولته هلنشوف الفرق لما اشغل البرنامج تمام بعد كده بقى البوينت عادي نفس الكلام بردك هيبقى من صفر لتلتمية طبعا ماشي وعندك بقى الصيز بردك اتنين من عايز نقيمتين اتنين ماشي وبعد كده توست اخر حاجة هنرسم بقى السيركل اللي عندنا عادي خالص ديه توبل طبعا هي بتاخد توبل تمام وردياس وكلار ومينس واحد عشان يبقى ايه يعني ما تبقاش مفرغة تمام بس كده فنرسم الصورة عادي اه اه ادي شكل الصور اللي انا عايز اوضحه لك بقى اكتر اهو شوف هنا دي عمل ايه اول حاجة class int اللي هو عملنا له تولس ديه ديه دي عادينا مين دينا class int تمام والتاني ادينا non by dot 32 int 32 تمام فدي الفرق بقى ان هي ابون سي بي عايزة انتجر في الكلار مش عايزة والبوينت عايزة انتجر في الكلار والبوينت مش عايزة مين مش عايزة non by dot int 32 تمام فلازم تحولها تولس ديت عشان تحولها من number 32 لل int تمام وهده شكل الصور عندك تعال بقى طبعا هتلاقي طبعا الالوان بتختلف كل مرة كل واحدة بقى بتترسم فوق التانية ماشيوا بيدخلوا على بعض كنت تمام فكل مرة عشان تكون لها قيامة عشوائية هو البرنامج اللي بيعمل انت هالمفروض هيترسم عندك 25 هيترسم عندك 25 صور تمام بس كده فانصحك بس ان انت تاخد الكوب بتاعي ده ماشي وتوقع تكتبه بنفسك كل سطر بنفسك متاخد شي كوب بيست خالص ولا تعمل اي حاجة اكتب كل حاجة بنفسك ويغلط ويعمل وصحها حال نفسك عشان لو انت خدت كل حاجة كوب بيست مش هتفهم حاجة او حتى لو انت فهمت حاجة ايديك مش هتتعود على الكود دايما هتنسى وتضطر ان انت توقع تشوف تاني الكود بيتكتب ازاي والكلام ده كل فانت ضرب نفسك ومش مهم الضائع وقاقت انت كم بضيعش وقت انت كده بتتعلم تمام فعود ضرب نفسك واكتب الكلام ده كله بنفسك تاني من الاول مش وقعد غير في القيام ولعب في القيام كده وضرب نفسك بس فهو دي نهاية الفيديو بتاع النهاردة وارب يكون الفيديو عاجبكم وياريت لا تشاركش معنا في قناتنا ازل تحت وتعمل واشتراك وتفعل الجرس ولو اعجبك الفيديو ياريت تعمل لك وتشاره مع صحابك واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله يا الله سلام عليكم اشتركوا في القناة